اشتركوا في القناة صدور اذن من ديوان الخلافة المريدية الى جميع المسلمين وكان يدعو الى اتخاذ يومي الاحد والاثنين موعد صلاة ودعا وانابة الى الله تعالى خطاب من الخليفة العام للمريدين في مناسبة عيد الفطر المبارك وكان يذكر بعد تعاليم الشريعة المطهرة اتماع اللجنة الاقليمية للسهر على التطور في مدينة جوربيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة في المناسبة الصنوية لذكرى ولادة الخليفة الثالث للشيخ احمد الخديم الشيخ عبدالاحد مكر رضي الله عنهما تسلم رئاسة المجلس الريفي بطوبة المحروسة للسيد عبدالله حجة نيابة عن عمدة المدينة السيد عبدالله حجة افتتاح مشروع محاكمة نجل الرئيس السنغالي السابق عبدالله ود نجله عبدالكريم بتهمة الاسراء الغير المشروع هذا بالاضافة الى الاخبار الدولية كل ما لدينا من انباء سنوفيكم بتفاصيلها بعد الفاصل اهلا بكم وبعد انطلاقة موسم الخريف منذ اكثر من شهر ولم تسقط الامطار بغزارة لحد الان صدر من الخليفة العام للطريقة المريدية اسيح شيدي مختار بك حفظه الله ورعاه صدر منه اذن وطلب الى جميع المسلمين وخاصة المريدين يدعوهم فيه الى اتخاذ يومي الاحد والاثنين موعد صلاة ودعاء وانابة الى الله تعالى سلين بك يجوب خدر امر السيخ سيدي المختار بك الخليفة العام للطائفة المريدية اياده الله ونصر على لسان امام جامع توبى السيخ محمد المام البوسى سائر الناس عموما والمريدين خصوصا خلال يومي احد والاسنين ان يؤدوا صلاة الاستصطاع في المساجد والجوامع وخراءة القرآن الكريم لقد سهدت المساجد والجوامع في سطة دواحي مدينة توبى المحروسة افواجا جمتا لأداء صلاة الاستصطاع لان الجب والعقة احاة البلاد احاة رصيل كل ذلك لارتكاب المعاصي والجرائم النكرى في هذه الاونة ولذلك امر الخليفة العام الائمة بأداء صلاة الاستصقاء ورد المظالم والحقوع الى اهلها والانابة الى الله والاستغفار والتوبة وخراءة القرآن الكريم يوم الاسنين غدا تضرعا وابتهالا الى الله ليرفع تلك البلية التي يعاني منها السعب السنغالي في الوحط الراهد علما بان الماء ضروري في حياة البصرية لا يستغني عنه الانسان ابدا وحيث وجد الماء يوجد المال والجدير بالذكر ان رابطة المدارس القرآنية في السنغال قامت بتجسد اوامر الخليفة احسن الحيام وبدورنا نتضرع الى الله العزيز القدير صائلا اياه ان ينذل مترا عظيرا وما انخدغ من السماء اللهم انزل رحمتك على العباد يا ارحم الراحمين انزل بجاه المصطفى المختاري رب من السماء ماء جاري وبعد اداء الصلاة في عيد الفطر المبارك بامامة الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ عبد القادر مكي قدم الامام باذن من الخليفة العام خطابا شاملا يذكر فيه المسلمين اهم تعاليم الاسلام مجمع يوم الثلاثاء المنصر الشيخ سيد المخصر مكي ايده الله ونصره واتم نياته القالصة بخدمة الاسلام والمسلمين والمريدين وقد تم اداء الصلاة بامامة الشيخ فاضل مكي ابن الشيخ عبد القادر مكي الامام الذي القى قطابا شاملا نيابة عن الخليفة ومن بينما ذكره في قطابه ما يلي اولا تذكير المسلمين بوجوب التخيض باوامر الله والشناب نواهيه بطلب الحلال في كل ما من شأنه ان يحتاج اليه المسلم من مأكل ومشرب وملبس ثانيا حث سكان مدينة الطوبة المحروسة على الاهتمام بالحفاظ على حرمتها من اعمال المساجد بالصلاة وحلقات علمية وغيرهما وتربية الاولاد تربية اسلامية بالتحلي بالاخلاق الحميدة والتخلي عن الاخلاق المذمومة والاجتهاد بتحفيظ كتاب الله وتعليم النساء واجباتهم الدينية عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خو أنفسكم وأهلكم نارا كما حث على تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء في الاجتماعات والمناسبات وحظ على المعاملات الحسنة بكل مجالاتها من مجاورة وزواج وبيع وشرة وخال الشيخ فضل بكي الإمام إن الخليفة الشيخ سيد المختار بكي يتأسف بما يحدث في بعض من بلاد المسلمين من حروب دامية وانخلابات وخاصة في فلسطين التي تعاني شعبها من ويلات القتل والتشريد والاعتقال وأخيرا قال الشيخ فضل الإمام إن الخليفة الشيخ سيد المختار يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى داعيا له أن يرزقنا قريفا ربيعا ومباركا وأن يسود السلام والاستقرار في بلاد المسلمين اجتمعت اللجنة الإقليمية للسهار على التطور في مدينة جوربيل ما أسرة الشيخ عبد الأحد بكي برئاسة الشيخ حمزة بكي وشيخ عبد القدوس يوم الخميس الماضي وكان يترأس الاتماع محافظ إقليم جوربيل محمد مصفانو والسبب في عقد هذا اللقاء هو التحدث والبحث عن وضع ترتيبات وإيجاد إجراءات لازمة للحدث الثانوي المقبل الاحتفال بذكرى ولادة شيخ عبد الأحد بكي تغمده الله بواسع رحمتي ويلاحظ في الاتماع حضور عمدة المدينة المباركة طوبة السيد عبد الأحد كا ومن بين المجالات التي تمحور عليها الحديث الجوانب التي تعتبر من مرافق الحياة من مياه وجانب صحي بالإضافة إلى حاجيات الكهرباء ويجدر الإشارة إلى أن الحدث يشهد جماعات غفيرة من أماكن متفرقة من البلاد لقد تم تسليم رئاسة المجلس الريفي بطوبة المحروسة للسيد عبد الله حجحته نيابة عن عبد الله حجة الذي أصبح عمدة للمدينة المباركة وكان يشهد مراسم التثبيت هضور بعض الشخصيات في المنطقة محمد جاي في اليوم الجمعة الرابع من شوال الموافق لواحد من أود نسب السيد عبد الأحد جهت رئيسا لقارية مدينة طوبة المحروسة نيابة عن الشيخ مون جهته الذي تزعم هذا المنصب تحت خمسة خلفاء وفي اجتماع عقد في مسكن الشيخ الخديم دار الخلافة بحضور الشيخ سيد مكي الذي يعتبر المشرف العام لإدارة طوبة وزعماء كثيرون منهم الشيخ بشير عبد القادر وكذلك السلطات الإدارية التي تمثلها المحافظ الفرعي بن دام تم إعلان عبد الأحد جهته رئيسا لقارية طوبة وقد تناول الكلمة الناتق الرسمي للطريقة شيخ بشير عبد القادر وشكر الحاضرين وذكر جميع رؤساء القرى الحاضرين بأوامر الشيخ الذي يجب الالتزام بها وخاصة فيما يخص كيفية إدارة الأراضي وحذرهم من بيان غير مشروع لها وختمة الجلسة كالمعتاد بدعاء شيخ سيدي للحاضرين والزعماء انطلق يوم الخميس الماضي مشروع افتتاح محاكمة نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله ود نجله عبد الكريم بعد اتقال دام ما يقرب من سنتين ويذكر أن السيد عبد الكريم كان متهما بتهمة الإسراء الغير المشروع مام شيخ فان بدأت الخميس 31 تموذ يوليو محاكمة كريم ود نجل الرئيس السنغالي الأسبق عبد الله ود على خلفية اتهامات عديدة تتمثل في الإسراء غير الشرعي بمبلغ 117 مليار فرنك حندما شغل منصب ودارة التعاون الدولي والنقل الجوي والبنى التحتية والطاقة هذا وقد اكتذ خصر العدل الذي شهد افتتاح المحاكمة بهذور أنثار كريم ود وحلفائه من الحذب الديمقراطي السنغالي بما فيهم خادة الحذب وخادة من أهزاب المعارضة كما شهد هذورا أمنيا مكثفا داخل وحول الخصر ويذكر أن هلئة الدفاع نفت كل الاتهامات الموجهة إلى المتهم مؤكدة أن المحاكمة دوافعها سياسية وأن هدف الرئيس مكثا الوهيد هو التخلص من منافسه السياسي إلى حين ينخشع الغبار يظل الشعب السنغالي في حينة من أمره متشوقا إلى معرفة الحقيقة ولعل الأيام الخادمة ستخدم لهم الجواب إلى الأخبار الدولية قتل عشر تنازحين فلسطينيين وأصيب أكثر من ثلاثة آخرين بجروح حرجة جراء خصف جو إسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في منطقة دوار النجمة وقال الطبان ومصفون إن عشرات الإصابات ومن قتلوا وصلوا تباعا إلى المستشفى الكويتي القريب من منطقة النجمة في حين أن الجيس الإسرائيلي لم يعلق على الحادث وجاء التصعيد الأخير بعدما أعلن الجيس الإسرائيلي أن الملازم الثاني هادر غوردن الذي كان الإسرائيليون يخشون وقوعه في أين الفلسطينيين قد قتل وبالتذكير فإن الأخير يمت بسلة خرابة لوزير الدفاع الإسرائيلي مشاعلون سيطر مصلح تنظيم الدولة الإسلامية الذي يطلق عليه اسم داعش على بلد سنجار الواقع الشمالي محافظة النينواء قرب الحدود السورية يوم الأحد في ثاني تقدم يحرزه ضد قوات البشماركة الكردية في يومين وقال الشهود إن السكان سنجار يفرون منها ونقلت وقالت فرانس بريس عن خير السنجاري المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طلباني لحد انصحبت البشماركة من سنجمار ودخل داعش البلدة وبالتذكير فإن داعش أعلن الخلافة الإسلامية ونصب حسب زعمه الشيخ أوبكر البغداري أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ستة عسكريين إيرانيين مواليين للنظام إثر استهدافهم من قبل مقاتل الجيش الحر في المنطقة الواقعة بين أم شرشوه والحولة في حمص فيما قتل أربعة عناصر من حزب الله اللبناني إثر هجوم لمقاتل الجيش الحر كما تبين أن أربعة من ضمن السبعة الذين قتلوا بالقرب من خارية الجبنة في ريف دمشق هم من عناصر حزب الله اللبناني الذي يتزعمه حسن نصر الله حتت الطائرة التي تنقل أحد المصابين بفيروس إيبولا في متاعب دويبينز العسكري واسطة إجراءات وقائية متشددة تم نقله إلى مستشفى مدينة جامعة أيموري في مدينة أطلنطا حيث سيلقى العلاج الطبيب كانت برانتلي التقت الفيروس خلال عمله في ليبيريا مع منزمة ساماريا تينس بورس المصابة الأمريكية الثانية ستنقل خريبا إلى الولايات المتحدة وبالتذكير فإن الخوف من تفشي إيبولا دفع كل من جينيا وسيرالوين وليبيريا إلى فرض طوق صحي حول بؤرة الإيبولا ففي غياب نقاه أو علاج للمرض فردت الكثير من البلدان إجراءات متشددة على رحلاتها الجوية القادمة من بلدان إفريقيا الغربية إلى هنا تنتهي النصرة الأسبوعية وإليكم التذكير بأهم عنوين النصرة صدور إذن من ديوان الخلافة المريدية إلى جميع المسلمين وكان يدعو إلى اتخاذ يومي الأحد والإثنين موعد صلاة ودعاء وإنابة إلى الله تعالى خطاب من الخليفة العام للمريدين في مناسبة عيد الفطر المبارك وكان يذكر بعض تعالم الشريعة المطهرة اتماع اللجنة الإقليمية للسهر على التطور في جربل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المناسبة الثانوية لذكرى ولادة الخليفة الثالث للشيخ أحمد الخديم الشيخ عبدالأحد بكي رضي الله عنهما تسليم رئاسة المجلس الريف بطوبة المحروسة لسيد عبدالله حجحة نيابة عن عمدة المدينة السيد عبدالله حجحة افتتاح مشروع محاكمة النجل الرئيس السنغالي السابق عبدالله وعد نجله عبدالكريم بتهمة الإسراء الغير المشروعة هذا بالإضافة إلى الأخبار الدولية كل ما لدينا من أنباء وافيناكم من قناة المريدية تيوي في مقرها بهزب ترقية سيداتي الساداتي لم يبقى لنا إلا أن نشكر كل من شارك في النسر دمتم في رعاية الله وفي هغزه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار سيداتي لم يبقى لنا إلا أن نشكر كل من شارك في النسر سيداتي لم يبقى لنا إلا أن نشكر كل من شارك في النسر اشتركوا في القناة